إنهاء التمرد وفرض سلطة الدولة مطالبة مجتمعية للسعودية كحل وحيد لرسائل استقرار في محافظة أرخبيل سقطرة المطالبة أتت من مشايخ ووجهاء المحافظة التي شهدت حالات تمرد على الحكومة الشرعية مشايخ المحافظة اتفقوا في اجتماعهم على ضرورة رفع كافة المظاهر العسكرية في عاصمة المحافظة وعودة القوات إلى معسكراتها وطالبوا بإخضاع ميناء ومطارس قطرة لإدارة وإشراف سلطة المحلية ومنع أي تشكيلات خارج إطار الدولة من السيطرة عليهما كان من اللافت أن وجهاء الأرخبيل توجهوا عقب اجتماعهم إلى مقر التحالف العربي للقاء قائد القوات السعودية وأبلغوه نتائج الاجتماع وهو ما فسر من قبل مراقبين على كونه تحميلاً للسعودية مسؤولية إفشال حالات التمرد العسكري وضرورة دعم الحكومة الشرعية كانت سقطرة قد شهدت الفترة الماضية توترات أمنية حيث تمردت كتائب عسكرية على الحكومة وأعلنت ولاءها للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي شن هجوماً على منزل محافظ سقطرة رمز محروس بالتزامن مع اختطاف مدير الميناء مسؤولون حكوميون اتهموا الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للميليشيات التي شكلتها في الأرخبيل بينما يتهم آخرون السعودية بتقديم الدعم اللوجستي وفي ظل استمرار التمردات على السلطة المحلية بالجزيرة يظل السؤال مفتوحاً عن مدى قدرة الشرعية على حسم سيطرتها بشكل نهائي على مؤسسات الدولة النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل المواطنون في أبيان يشكون ارتفاع الأسعار وغياب دور الرقابة الحكومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر